تكلمنا على حالة الحزن اللي عمت دامانهور أثناء تشريع جسمان الحجة سهير الأنصاري سيدة العمل الخيري اللي ابنها دخل معنا وقال إنه سائقها راحت تدي فلوس لست يتيمة والسائق قتلها خنقها وقتلها النهاردة الداخلية طلعت بيان وقالت إنه بالفعل تم العثور على جثة السيدة بأحد الطرق بمركز دامانهور ويعني بالتحريات تم القبض على السائق وإنه المتهم بالفعل قد اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بأتيان أنه هو متعود أنه هو يستحب المجني عليها لتوصلها للجمعيات الخيرية وأيضا إنها رجبت معاه العربية ورح بيها في طريق تاني ولما قالت له إيه الطريق ده يبني قال لها لا معلشي هستنى ناس شخصين قادمين ليأخذ منهم قطع غيار ثم غافلها واعتدى عليها ضربها بعصايا حديدية مما أدى إلى وفاتها وبعد كده ألقى بجثتها وأخذ مقتنياتها ابنها مبارح قال لنا أنه هي كانت بتعطف جدا وبتصر أنها تشغل السواق ده لأنه كان دايما محتاج فلوس في النقلة بياخد 150-200 جنيه فكان دايما تقول هو أولى وكان بيستلف منها فلوس وتقوله خلاص مش لازم ترجعها أحسنت إليه فقتلها علشان 2000 جنيه أو 3000 جنيه رحم الله سيدة سهير الأنصاري وطبعا الجاني سحياخد عقوبته اشتركوا في القناة